طيب ممكن استأذن دكتور أيمن واستأذن دكتور سمر فان احنا نشوف جانب من التكريم كده واحنا بنتكلم برضو يعني هنشوفه قدامنا عشان نبقى عارفين حطولنا انتوا التكريم وخليني اكمل يعني حواري وحديثي مع ضيوفنا الاعزاء دكتور أيمن عبد المنعم ودكتور سمر سعيد هرجع هنا انا هجيلك تاني عشان تقولي على موضوع المستهدف بتاع الخمسمائة سيدة هرجع هنا لدكتور أيمن يمكن انا سألت حضرتك في الفاصل تلك فاندم هو تسونامي يبعتبر انها بصراجة افلام خلال علمية تسونامي ده ممكن يحصل في البحار بصرف نظر بحر متوسط بحر قزوين مش دي قص لكن هل من الوارد انه يحصل في البحار ولا هو يحصل في المحيطات بشكل اغلب هو اساسا لو بصنا لها كناحية علمية بقى كناحية جيولوجيا بحرية في الكرة الارضية متقسمة البليتس او قطع كبيرة صفاعة الفرق ما بين الصفاعة هو ده مصدر دايما للمشاكل فى إحنا عندنا فيه الصفاعة بتاعت اوروبا وصفاعة افريقيا الفرق ده هو اللي بيحصل فيه الزلازل يعني مثلا بيحصل زلزال فنه عند جزيرة ابروس لو حصل الزلزال هناك ‫بيوصل لنا الموجة بعد ساعة لو حصل عند جزيرة كريت فالسلسلة دي كلها هو الفرق ما بين البلتس بتاعتنا والبلتس بتاعت اوروبا لو حصل كريت زلزال بيجي لنا الموجة دي بعد ساعتين فلازم يكون فيه انذار مبكر يقولك الموجر تفاحة كذا خد بالكو دي بصيبك بكاميري اختر هديجي عندنا كذا ونعمل ايه ونتصرف ازاي وإحنا أساسا عن نعمل سيناريوهات الميزة بقى في موضوع ده انه بتعامل منه سيناريوهات هنعمل ايه لو حصل كذا هنعمل ايه لو حصل كذا طب القدرة على التنبؤ أو الانذار المبكر ممكن تبقى قد ايه يعني هل من الممكن انا بتابع التحركات بتاعة الصفقة القرية لو صح التعبير يعني ولو انا غلطان صح احي ارجوك تفضل والازاحات بتاعة الصفقة التكتونية او التكتونيك بلايتس وحاجات زي كده هل من الممكن من خلال ده اقدر ارصد ده ومن خلاله اقدر اعرف ده احتمال يحصل زلزال كبير في المنطقة الفلانية وبناءا عليه اقدر انا كمان احلل البيانات دي فيقول انا استعداداتي المفروض تبقى كذا اه طبعا طبعا بس ايه طبعا يعني دي لها كذا شق اول شق شق علمي بتاع جيو فيزيكس ده اللي هو بيعرف ان حصل زلزال في المنطقة دي بكاميرا اختر ده اهم حاجة ماشي احنا على فكرة في مشروع شغالين فيه قريدي دلوقتي طبعا مع الجانب الهولندي بندرس حاجتين ريب كارنس اللي هي بتشد الناس للبحر وتتغرقهم والسونامي بندرسها دراسة كاملة اه بحيث ان ريب كارنس و ايه كمان ريب كارنس و ايه كمان والسونامي الاتنين في المشروع ده بندرسها بندرس ايه ان لو حصل السونامي مثلا بمقدار كذا ريختر في المنطقة الفلانية هتجيلي بعد ادئي بقوة ادئي بكل الصفات بتاعتها فلازم اكون عارف المشكلة الاكبر ان لازم اكون مهيئ نفسي لحتة ادابتيشن او تأقلم لو جت انا هعمل ايه هتصرف ازاي يعني مثلا مثلا البيوت القبلة لانها تقع بسهولة لا لازم بقى نجري نزبطها نعمل زي عارف الميزانين والحاجات دي يبقى في منطقة فيه يبقى امنة شوية اللي لو حصل ما يتكونت يبقى يقدر ما فيش حد يغرق والكلام ده زي زمان يعني اقصد ان فيه استراتيجية بتتعامل لمواجهة الحاجات اللي زي كده ودي اللي احنا بنساعد بيها بقى في المشروع بتاعنا ده استراتيجية بيعمل استراتيجية عشان مواجهة الكوارث والفايدانات وكل ما ينتج من الكلامت شينجة والتغارات المناخية من ارتفاع امواجه وكل الكلام ده لازم يتدرس وتعرف بالزبط يا رب يمضل